دكتور فاضل البدراني دكتور فاضل مرحبا بك أزمة الكهرباء التي يعاني منها المواطن يبدو أنها أصبحت أزمة دولية كيف تعلق على هذا الموضوع بالفعل هي أزمة دولية وهي ضغطة على المواطن العراقي وضغطة على الحكومة والدولة العراقية برمتها كل الفعاليات متوقفة الحياة تتوقف في العراق خلال ثلاثة شهور حزيران وتموز وآب وبالحقيقة تكرارها يشكل حالة مأساوية بالنسبة للإنسان العراقي ممارسة الحرب النفسية الدولية هنا تمارس على المواطن العراقي ونعتقد أنه أصبحنا حق التجارب وحالة من التخادم ما بين الأطراف الدولية تجاه العراق ليس من المعقول أنه نستمر من 2003 إلى يومنا هذا والكهرباء انقطع الغاز الإيراني على العراق إذن توقفت الكهرباء وأصبحنا عبر وسائل الإعلام المواطنين يظهرون عبر الشاشات ويتواجدون أيضا في مظاهرات حول وزارة الكهرباء أو وزارة النفط هذه بالحقيقة لا جدوى منها الجدوى يفترض أن يكون هناك حل حقيقي ومنطقي بالوصول إلى أصل المشكلة أصل المشكلة أن العراق سياسيا مرتبط بإيران وهذه مسألة يفترض أن الفاعل السياسي العراقي يعيد النظر بهذا الموضوع في الجوانب الاقتصادية والجوانب التجارية والجوانب الحياتية المهمة ومنها بطاع الكهرباء ولذلك ليس من المعقول أن العراق في حكومة سيد حيدر العبادي وحكومة عادل عبد المادي وحكومة مصطفى الكاظمي كلها اتفقت مع المملكة العربية السعودية مع الكويت مع قطر مع الأردن التحالف الثلاثي الذي حصل بين العراق وبين الأردن ومصر على أساس توليد الربط الكهربائي واحد من أهم الملفات في هذا التحالف الثلاثي لكن النتيجة الآن نحن نمر بدرجة حرارة أكثر من خمسين درجة والعراق جو حار جدا وقاسي ومؤذي طيب فعليا دكتور ولا فائدة من هذا العمر فعليا لماذا قطعت إيران الكهرباء عن العراق رغم أنه ذكر في أكثر من محفل الناطق باسم وزارة الكهرباء أننا سددنا كل الديون التي على عاتقنا للجهنب الإيراني أولا أريد أن أقول أن اعتراف الناطق باسم وزارة الكهرباء هذا هو الاعتراف الذي أثج صدور كل العراقيين هذه أول مرة الرجل يعترف لأن في المرات السابقة يبوبها بخلل فني الإرسال وبعض المحطات متوقفة لكن هو ما يصل إلى الحقيقة الحقيقة أن إيران أوقفت مثل ما قال الناطق باسم وزارة النفط أننا كان عندنا 45 مليون متر مكعب من الغاز وفجأة إيران قطعت دون أن تنذر العراق ودون أن يكون هناك تفاوض إنذار إشعار ما يسمي للجانب العراقي أو قفة الغاز هذا معناه أولا أن إيران تلعب لعبة سياسية تجاه الولايات المتحدة الأمريكية بما أنه دوليا سياسيا معروف أن النظام السياسي شئنا ما بينه هو هذا النظام برعاية الولايات المتحدة الأمريكية إيران هي مسيطرة على الواقع العراقي تماما لكنها دائما ما تمارس الحرب النفسية على أميركا السياسة المضادة لأميركا من خلال التعامل مع الملف العراقي ملف الكهرباء في العراق تقطع الكهرباء دون أن تأبه للمواطن العراقي وللمسؤول العراقي وللحكومة العراقية وحقيقة هذه أولا جعلت سمعة إيران في العراق يعني سمعتها سلبية تماما لأنه المواطن العراقي لو راضع من حليب إيران في هذه الظروف هو يتحدث عن إيران بالسوء ولذلك هذه مسألة خطيرة جدا لا يمكن الصبر وصمود تجاهها إيران بنفس الوقت أيضا بنفس الوقت أريد أن أحمل من فضلك إيران بنفس الوقت عندما ترتفع درجة الحرارة في إيران وهي مقاربة من العراق في بعض المناطق المتاحة من العراق إذن هي بحاجتها إلى الطاقة الغازية لذلك هي توفرها لمحافظاتها وتترك العراق هذا يحتاج أولا إلى موقف عراقي ويحتاج والموقف العراقي للأسف كان قبل هذا الوقت اليوم حكومة السيد محمد الشاع السوداني أصبحت تواجه هذا الملف بصعوبة هو نوع من الضغوط الإيراني أيضا على حكومة السيد محمد الشاع السوداني ولكن علينا أن نعترف بأن الربط العراقي المحطات الغازية العراقية مع إيران هذه كانت في زمن حكومة السيد المالكي عندما كان السيد الشهرستاني هو مسؤول عن ملف الطاقة في العراق وهو من شجأ هذا الربط وبالنتيجة يتحمل المسؤولية كاملة السيد الشهرستاني صحيح وقال في وقتها حتى بأننا سنصدر الكهرباء التي ستفيض عن حاجتنا في وقتها لكن إذا كان اللعب داخل الأراضي العراقية أول آل خارج العراق وترك العراقين يواجهون درجة حرارة 50 أو أكثر من 50% إذا كان يعني الاقتتال أخذ شكلا آخر بين أمريكا وإيران في العراق من المفترض أن أمريكا حصلت على ما تريد وجاءت مع حلفائها بشركات توتال وسيمينز وجنرال إلكتريك لكن العقود التي وقعت ربما سيمضي عليها سنتين ونحن بدون أي حراك فعلي لحل هذه الأزمة يعني الكهرباء يفترض من خلال هذه العقود اللي وقعتها حكومة السيد الحمد الشهر السوداني يحتاج لها ثلاث سنوات بالقليل حتى ممكن أن تنتج الكهرباء وهذه طبعا مدة طويلة يعني ما معقولة أنه سنة بعد سنة من ألف عام درجة الحرارة في العالم لم تسجل لأول مرة تسجل بهذا الارتفاع طبعا نحن بالعراق يعني نسجلها خمسين أو درجة غالية لكن ترى بالحقيقة هي تصل إلى الخمسة وخمسين والسبعة وخمسين والمحرار يسجلها الشركات العالمية حتى الأوروبية بالنتيجة الأمريكاء لا يعطوها مجال وقعنا مذكرات تفاهم واتفاقيات منذ 2003 إلى اليوم لكن كل ما يتصل إلى التنفيذ أمريكا لا تعطي الموافقة إذن هي محتكرة هذا الأمر أمريكا أيضا ينبغي أن المواطن العراقي يلعن السياسة الأمريكية والفاعل السياسي الأمريكي لأنه هو من يعمل بتخادم مع الجانب الإيراني عندما يعطي هذه المدة الزمنية للعراق باستيراد الغاز من إيران إذن مسموح للعراق أن يحول هذه المبالغ إلى إيران ولكن للأسف أنا أقول أن الإيرانيين نفسوا معترفه بأنه تم سداد كل المبالغ وعشر مليار دولار تم تسديدها قبل تقريبا في الشهر الماضي إذن ما بقى شيء لكن هذا القطع المفروض يكون موقف سياسي من جميع الأطراف السياسية أصدقاء إيران وأنداد إيران في العراق بضرورة التوجه واتخاذ قرار حقيقي وشجاع بالتوجه نحو المملكة العربية السعودية نحو الأردن نحو مصر نحو الكويت واستيراد الكاربا أنا بأتقاد هذه المسألة إذا استمرت للأيام الماضية هذه ستسبب كارثة ما هو ذنب الطفل ما هو ذنب الرجل الكبير ما هو ذنب المستشفيات ما هو ذنب الإنسان العراقي الآن يتحمل هذا الحر الشديد الوقت أستاذ الإعلام السياسي في الجامعة العراقية دكتور فاضل البدراني شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات